قبل ستين يوما ودعت جامعة إب عددا من طلابها الخريجين وذهب كل واحد منهم في طريقه باحثا عن مستقبل في ظل الحرب بعد دراسة متقطعة وفصول دراسية غير مكتملة ومنذ أيام استقبلت الجامعة نقيض من كانوا فيها فقد وصل إليها من قالوا أنهم يريدون الاحتفال وأخذوا يهتفون ضد كل ما حلم به اليمنيون منذ عقد تقول الروايات الواردة من هناك إن بين المحتفلين أكاديميين يدرسون علوما عن التداول السلمي للسلطة وعن المواطنة والعدالة وهاهم يهتفون ضد كل ما علمه طلابهم هدف ميليشيا الحوثي هو التحشيد واستقطاب الطلاب ونقلهم من معاملهم ومن قاعة الدراسة إلى جبهات القتال ولا يقتصر الحال على جامعة إب بل يسري على كافة الجامعة الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وهو ما يجري أيضا على طلاب المدارس ومرتادي المراكز أثناء إجازتهم الصيفية والتي فقدت قيمتها حين أصبحوا هدفا مغريا للاستقطاب ومشروعا كاملا للموت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر